الأول خلال العام الجديد لم تنتظر إسرائيل كثيراً لتنفذ عدواناً جوياً جديداً على سوريا مع فجر الثاني من كانون الثاني من السنة الجديدة رشقات من الصواريخ تستهدف مطار دمشق الدولي وما حوله تؤدي لاستشهاد عسكريين اثنين وإصابة آخرين وتخرج المطار مؤقتاً عن الخدمة مصدر عسكري سوري صرح أن الاعتداء الجوي نفذ عند الثانية فجر عبر رشقات من الصواريخ قادمة من اتجاه شمال شرق بحيرة طبارية أخلف أيضاً خسائر مادية وكان العام الفائد قد شهد سلسلة من الاعتداءات والخرقات الإسرائيلية على الأراضي السورية قاربت تسعة وعشرين اعتداء راح ضحيتها ثمانية وثلاثون شخصاً غالبيتهم من العسكريين لتلفزيون فلسطيني والحسين دمشق ترجمة نانسي قنقر